ندي الكرة ارتفاحة. بس. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وحكول البركاته. اهلا بكم في قناة تيبل تينس مع الكابتن ريضا سابت. بيشرفنا النهاردة الكابتن حسن ابو علي. هنعمل تمرينة. نركب فيها جملة كده مفيدة للعيبة. ونحاول نفهم مع بعض الحركة ازاي والتكتك بتاع الكرة ازاي. علشان خطر نشوف المهارة الدقة يعني ناديها صح ازاي مع بعض. بعد ما اللعب بيسخن وكفور هند وباكهند والكلام ده كله. المدرد بيبتدي بقى يحط له جملة. ونتعامل عليها. يعني هنجرب ان احنا مسا هنلعب الزاقة. وطوب سبين. وكونتر باكهند. انا واقف استعداد مع كل كرة. اخش ازوق. ارجع. اليمين ارجع. هبصد دخلت زاقيت. وانا ارجع. ارجع اليمين ورا شوية. وانزل عشان اشيل. دخلت زاقيت. ارجع اشيل. وحضر نفسي باكهند. مش هستنى الكرة تيجي والعبها. لا انا بم حضر نفس على طول. استعداد. دخلت زاقيت. شلت. باكهند. كرة جاءت نت. زاقه. شيل. سوري. ازوق. شيل. باكهند. دخلت زاقيت. تسرع من كده انا. مفروض ازرع نفسي عن كده. لان ممكن ان اروح صحيح بس رايح متأخر. هذه. من فوق على طول يضرب له اخش ازوء اشيل توباسمين وحضر ايدي. اخش. طبعا مهم جدا وانا بستقبل احاول اؤثر الكورة. عشان لو انا لعبت الزاقة طويلة اللي قدامي هو اللي ممكن يضربها. يبقى انا كده غيرت طريقة لعبي. مفروض ان انا بحاول وانا بستقبل اخلي الزاقة وصيرها. طبعا دي جملة من جمل كتير جدا هنبقى نعملها. بسوا استعجلت فيها. مفروض ان انا ادي الكورة ارتفاحها. مفروض ان اضرب الى قدام وقفل. لكن انا استعجلت جامل. اخش برجلي. اصبت رجلي جيمين. لان في ناس كتير بتبدأ مسبتها رجلي امين قدام. نضرب الى قدام عادي. نضرب الى قدام عادي. دي جملة من ضمن الجمل اللي يجب ان يلعبها. انه يدخل ويخرج. ما يدفعش ان انا سببته برا بس. ولا سببته جوه بس. لازم يخرج ويدخل وفي نفس الوقت يبقى فيه حركة جانبية. كابتن حسن بيختار تمرينة انا اعملها. ها يلا. اه. هزوء. تمام. حلو. التمرينة اللي هو بقول عليه دي مهم قوي. ان انا اخش هزوء بالباكهند. وهو هيزوء زقة طويلة باختياره وهو في النص. دي عملنا حاكتين كده كابتن حسن عمل حاكتين. ان انا هضرب بعد الزقة. ومش بضرب من مكان ثابت كما انا كنت بضرب. لان مكان متحرك لازم بقى عناية تكون على الكرة. ويحاول اهيئ رجلي لكل كرة. انا هروح له الكرة فيه. حلو السيرفر التمرينة دي. دخلت. عدلت نفس بسرعة. لازم اوصل. لازم اوصل بسرعة. لازم اوصل واشيل. اوه الزقة دي كانت صعبة. الحمد لله ان ما جاتش. هاي. هاي. حلو اول ما الكرة تخرج على طول. ومضربه يكون جاهز تحت اشيلها. هاي. 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 كرة فدية من الشبكة. المفروض كنت اخدها الودام بارس دي فاضية برضو. هاي. هاي. هو كده غير حاجة كمان. غير المكان ودوران الكرة. طبعا بشكر الكابتن حسن انه هو تاب معي وعمل معي التمرين ده. مهم جدا ان انا واقفه في استعداد. كرة اللي جوه. بدخل. شايف ازاي رجلها دخلت وده جاهزت. عشان اعمل كده. طبعا مهم بقاوي ان الكرة اللي جوه دي. اول ما تنطت قم زيئة. ما ينفعش انها سيبها تنطت وتعلي او تقطتها. يبقى غالبا الكرة مش هتبقى صغيرة. هتطول من المفروض فيه لامسة كده بسرعة. اكيد هنبقى نتمرن عليها. ماشي. انا بقى ام برجع رجلي اليمين وراء. ودراعي ينزل على طول تحت التربيزة عشان اشيل. بعد ما انا بقى اشيل. خلاص شيلت. مفيش مشكلة وام متحرك. ومجهز دراعي الباك هند وام ضارم. الجملة التانية كانت كويسة جدا اللي هي بتبقى ايه مفاجأة. الجملة التانية بقى هي اللي كانت كويسة جدا اكتر واصعب شوية. علشان انا الاولى كنت عارف مكاني اللي ايه ازاق. التانية انا مش عارف مكان ازاق. يا في النصي على الفور هند. فدي بيبقى عملنا حاجتين. ان انا هشيل توب سبين. وكمان فيها حركة لان انا معرفش مكانها فين. التدريبات المركبة دي مهمة جدا بعد ما اللاعب يتمرن المهارات. يحاول يجمع بقى بين القطع والفور والباك والتوب سبين والسبين والكلام ده كله. طبعا عندنا فيديوهات كتيرة جدا من الموضوع دوت. بس انا اسف ان انا ماخر معاك وفيديوهات. والله الظروف كهرية حصلت عندي. والحمدلله عدت على خير وان شاء الله مش تكرر تاني. فادعولي وعايزكم بقى يعني بعد ازنوكم يعني اتشير والكلام ده كله. عشان يدعمني اكتر ويحفزني اكتر ان انا كل يوم احاول ان انا افكر وابدع والكلام ده كله. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.